اليوم لازم تسجيل دخول زي اللهب هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجينا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن مجموعة من المعلومات الرددية الأونلاينية اللي رح تفيدكم بنسبة 100% واللي يعني رح تستخدمونها بكثرة في الأونلاين واللي رح تفيدكم جدا ايضا رح نحل مجموعة من المشاكل اللي تواجه اللاعبين احد هذه المشاكل اللي انه لما صفر الحصاني يجين حصان ابو كلب ايش حل هذه المشكلة رح اعطيك اياه في هذا المقطع ان شاء الله في الله نخش في المقطع اللي زي اللهب على طول نخش في المفيد يا صالح انا احيانا اصفر لحصاني يجيني حصان ابو كلب وطاقته مرة نازلة وجدا سيئة فايش الهرجة يا صالح بكل بساطة اخويه ان حصانك مات عشان اوضح لك اكثر ممكن انت نطيت من مكان عالي وحصانك مات وما عندك العلاج فمات بشكل كامل او انه احد الاشخاص الونلاينين قتل حصانك فالحصان معيض يجي يسجل لك دخول ويقول لك سلام عليكم فعشان تتفادى الحصان معيض وترجح حصانك كل اللي عليك انك تضغط الهو سام يسار بعدها رح تروع عند الهو الستيبلز بعد الستيبلز رح تروع عند الهو الون هورسيز ورح تحص الحصانك موجود كل اللي عليك انك تضغط اكس او هيل ورح يعالج حصانك ورح ياخذ الهو الدقيقتين ورح يكلفك اربعة دولار طبعا بعد ما تمر دقيقتين لما تصفر رح يجيك الهو حصانك الرئيسي ولا رح يجيك الحصان معيض فهرجت الحصان معيض انه لما حصانك يموت هو يسجل لك دخول وعشان ترجح حصانك الرئيسي يتثوي زي ما قلتلك الحصان معيض طرعه سطورة طيب يا صالح ممكن سؤال بسيط اعطيني سؤالك عيوني لك يا خويهات من وين اجيب البندانة او القناع بكل بساطة يا خويه لك مكانين يا الجنرال ستور او التييلر اللي هو محل الملابس في مدينة السان دينيس وانا صراحة انصحك به اللي هو التييلر اللي في سان دينيس او محل الملابس اللي في سان دينيس لانه 100% رح تحصل عنده البندانة طيب لما توصل عند الهو البيع رح تطلع على الكتالوج بعدها رح تروع عند الهو الاكسي سيريز بعد الاكسي سيريز رح تضغط الهو ارون ارون الين ما تطلع لك الهو البندانات ورح تظهر لك مجموعة من الاقنعة اشتري البندانة المفتوحة المفتوحة عندك يعني يعني رح تكون بعضها مقفلة وبعضها مفتوحة اشتري المفتوحة اللي عندك وبكذا رح يكون مبروك عليك البندانة وغالبا غالبا رح يكون سعرها 20 دولار فاشتري البندانة والقناع وبكذا يكون مبروك عليك طيب يا صالح في الوفلاين كان عندنا انواع من الرصاص مثلا رصاص الهاي فلوسيتي رصاص الاكسبرس رصاص اللي هو الشوتقن سلاقز هذي وينها في الونلاين موجودة هي يا أخوي لكن لازم توصل لفل معين أو رانك معين عشان تنفك معك على سبيل المثال عشان ينفك معك رصاص الـ High Velocity لازم توصل رانك 41 عشان ينفك معك رصاص الـ High Velocity في جميع الأسلحة هو الـ Revolver, Pistol, Repeater, Rifles يعني راح ينفك معك رصاص الـ High Velocity في جميع الأسلحة إذا وصلت الـ Rank 41 ورصاص الـ Express راح ينفك معك في الـ Level 31 والـ Shotgun Slugs راح ينفك معك في الـ Level 44 يعني Level راح ينفك معك جميع أنواع الرصاص طيب يا صالح وين الرصاص المتفجر وين الرصاص الحارق والعيال اللي نصنعهم هي موجودة برضو يا أخوي لكن لازم تتعلم الوصفة زي ما كان في الأفلان بالضبط كنا نتعلم الوصفة بعد يصير نعرف نصمم الشيء المعين في الـ Offline كنا نقدر نروح للمكان المعين ونحصل الوصفة المعينة لكن في الـ Online مختلف تماما فقط الطريقة الوحيدة لأنك تتعلم الوصفة راح يكون أنك تشتريها من عند الفنس ويا جماعة أسعارها غالية جدا 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 وزي السيخ وأسعارها مرة مرة فوق وأيضا لازم توصل رانك معين وLevel معين مثلا مثلا عشان تفك الرصاص المتفجر لازم توصل الرانك 90 مثلا وصلت والله الرانك 90 راح نفك لك الرصاص المتفجر وكمان فوق ذلك أدفع فلوس عشان تأخذه مو يعني أوصل الرانك معين ورح نعطيك الوصفة لا أوصل الرانك المعين ودفع فلوس كمان تقريبا 450 دولار وانت طالع عرفت كيف؟ فجميع الوصفات في الـ Online راح تدفعها بفلوسك وتشتريها من عند الفنس عشان تقدر تتعلم الوصفات وجميع الوصفات والوصفات يا جماعة جدا جدا غالية زي ما قلت لكم ما أدري صراحة الروكستار بيخلونها بنفس الاسعار ولا راح تقل مستقبلا والله ما أدري صراحة أنا أشوفها جدا غالية 450 رجال نص كل فلوسي مو نص حتى ما أدري نشوف مستقبلا ممكن يزيدون طرق ربح الفلوس وصير نشوفها قليلة هذه ما أدري صراحة شاركونا أراءكم طيب يا صالح ممكن سؤال ثاني يا أخي عيوني لك أعطيني يا زميلي أعطيني سيلتك الحلوة هذه وإذا عندكم سيلة كمان اكتبوا لي إياها وأنا إن شاء الله بجاوبكم طيب يا صالح من وين أجيب لهو البناكلرز أو المنظار وفي الفلين كان عندنا منظار نشوف جوزة الحيوان وكذا وينه في الولاين في الولاين البناكلرز موجود وراح يكون في الجنرال ستور أو البقالة زي ما يسميها البعض راح تتوجه لي الجنرال ستور تروح عند البيع تروح عند الكتالوج حقه بعدها راح تروح عند الهوة الهنسينج أند فيشينج هذا الخيار زي ما تشوفون بعدها راح تضغط الهوة أرون بعدها راح تحصل هو البناكلرز أو المنظار موجود وراح يكون سعره ثمانية وعشرين ولازم توصل الليفل رقم عشرين عشان ينفك معاك المنظار فالمنظار راح يكون في الجنرال ستور ولازم يكون لفلك عشرين عشان ينفك معاك وراح يكون سعره ثمانية وعشرين دولار طيب يا صالح أنا بحرق السيرفر أبا فجرهم تفجير من وين أجيب القنابل الحارقة أو الديناميت بكل لبساتة يا خوية راح تحصلها عند الفنس حق الذهب أتوقع كلكم تعرفونه فالفنس حق الذهب راح يبع لك اللي هو الديناميت وراح يبع لك اللي هو الفاير باتل وراح يبع لك أيضا السكاكين اللي تقدر ترميها الديناميت راح يكون سعره دولار والقنابل الحارقة أو قنابل النار راح يكون سعرها 0.75 سنت وأيضا راح يكون عندك اللي هو ثروينغ نايف أو السكاكين سعرها دولارين ونصف فمن عند الفنس تقدر تشتري هذه الأشياء أيضا عند الفنس راح تحصل مجموعة من الأسلحة النادرة اللي تقدر تشتريها بفلوسك على سبيل المثال السلاح الخامس والسلاح الرابع هي عبارة عن أسلحة ميلي أو أسلحة تقدر تضرب بها وضعها زي وضع السكين طبعا أول سلاح راح يكون أبو 4.25 سنت هذا عبارة عن فاس فاس هتوقع الكل يعرف الفاس اللي بعده راح يكون سعره 8 دولار وهو عبارة عن فاس مشابه جدا للسكين المهم ما دل كيف هوصف لكم إياه لكن شوفوا شكله طبعا هذه الأسلحة تقدر ترميها وترجع تشيلها مرة أخرى أو إنك تقدر تستخدمها كأسلحة ميلي وتضرب بها فالخيار لك يعني أنك ترميها بعد ما ترميها تقدر تشيلها أو إنك تستخدمها كأسلحة ميلي تطاحن بها وتكتل بها فمن الفنس تقدر تشتري هذه الأسلحة الرهيبة النادرة المميزة طبعا كلنا نعرف إن روكستار أجرت مجموعة من التغييرات على السيرفرات خفضت أسعار الأسلحة رفعت أرباح المهمات لكن في تغيير ثالث حدث ممكن البعض ما ركز عليه فحبيت أن أبهكم عليه لأنه صراحة جدا مهم وجدا حساس سابقا قبل التغييرات لما كنا نصيد حيوانات بثلاثة نجوم كنا نأخذ جلدها وجثثها حلوين فكنا نأخذ يعني لفات ونطول قد نصل إلى 20 دقيقة إلى 30 دقيقة وجثث الحيوان فوق الحصان والجلد أيضا فوق الحصان كانت ما تقل جودته كانت تبقى زي ما هي إذا كان بيرفكت يبقى بيرفكت حلوين لكن مع تغيير روكستار الجديد صار التالي إذا صد حيوان ثلاثة نجوم وقعد على ظهر حصانك لفترة طويلة ترى رح تقل جودته يعني إذا كان بيرفكت رح يصير جود وإذا صار جود ممكن يصير بور إذا قعد فترة طويلة على ظهر حصانك فتلخيص التحديث أو تلخيص التغير اللي حدث إنه ترى إذا خليت جلد حيوانك فترة طويلة ترى رح تقل جودته ورح تنزل بشكل كبير يعني من بيرفكت إلى قد من قد إلى بور طيب ابكت وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لإيجيكم هدى الآن زي السيخ يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة